أن يكون هناك شكر كبير لكل من ساهم فيما حدث خلال الأسبوعين اللي فاتوا داخل قناة النادي الأهلي خلال الأسبوعين اللي فاتوا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله بتجلنا التقارير أن قناة النادي الأهلي مش هقول الأعلى نسبة مشاهدة لأننا لكن ممكن تكون من أفضل ثلاث قنوات رياضية في أعلى نسبة مشاهدة خلال الأسبوعين اللي فاتوا طبعاً ده بفضل جمهور النادي الأهلي وسعداء جداً جداً أنا واحد من الناس اللي ببقى سعيد جداً جداً بما أراه اللي بيساعدني أكتر الحقيقة أن احنا ممكن جداً نكون بنعمل مجهود مش باين للناس مش أنا أنا بتكلم هنا على قناة النادي الأهلي بالكامل ممكن جداً نعمل مجهود ما يكونش باين للناس البعض ما بيبقاش واخد باله البعض بيبقى حابب أنه هو ينتقد على رأسنا وعلى دماغنا ما عنديش مشكلة ولكن مش هقول 90% ولكن هقول 70-80% بيبقى راضي عن ما يحدث وعن ما حدث خلال الأسبوعين 3 اللي فاتوا تحديداً أنا هنا بتكلم عن الأسبوعين 3 اللي فاتوا تحديداً حواري لحضراتكم حاجات حصلت مثلاً هل حضراتكم عندكم أو تعرفوا أن في تغطية قناة النادي الأهلي بعد فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 اتعمل حوالي حاجة وعشرين لقاء مع كل اللاعبين تقريباً زميلنا فاروق صلاح ومجموعة العمل اللي كانت موجودة بالكامل أكتر من 26 لقاء من داخل الملعب ومن داخل غرفة الملابس الـ 26 اللقاء تقدروا تتفرجوا عليهم على صفحة رسمية لقناة النادي الأهلي دا كان حاجة رائعة وحاجة جميلة جداً جداً أن أنت تشوف لعبتك وتشوف نجومك وهم بيتكلموا معاك بعد الفوز مباشرةً بالمناسبة مفيش حد في مصر ومفيش قناة في مصر حصل فيها اللي حصل الستوديو التحليلي كل الناس اللي كانت قاعدة بتتفرج على الستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي اللي انتهى بالمناسبة الساعة 3 الصبح أو 2 ونص الصبح المطشي خلصان الساعة 10 احنا مخلصين الساعة 2 ونص 3 الصبح كل اللاعبين يتكلموا كل اللاعبين طلعوا لجواهم كل اللاعبين شكروا الجماهير كل اللاعبين من خلال اللقاءات اللي حضراتكم يعني بنجيبها بسرعة جداً لحضراتكم 26 لقاء وأكتر مع كل أعضاء الجهاز الفني تقريباً باستثناء كولر وعرفنا ليه لكن كل اللاعبين يتكلموا كل اللاعبين كانوا عايزين يوصلوا صوتهم لجماهير النادي الأهلي من خلال قناتهم قناة النادي الأهلي فأنا الحقيقة بشكر كل العاملين داخل قناة النادي الأهلي على ما حدث خلال الفترة اللي فاتت وان شاء الله اللي جاية تبقى أفضل وأفضل كمان ولكن وجب الشكر الحقيقة لأنه زي ما قلت لحضراتكم إذا كان هناك بعض الانتقاد بالمناسبة بنقرأ الانتقاد طالما انتقاد محترم يعني لأن هناك انتقادات موجهة وتتعدى الاحترام احنا لا ننظر لمثل هذه الانتقادات ولكن لي أصدقاء كتير جدا بيقولوا لها إسلام لازم واحد اتنين ثلاثة بنقعد وبنتكلم كأدارة ان احنا عايزين نعمل واحد واثنين وتلاثة علشان نصل للتميز اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت واللي دايما موجود داخل قناة النادي الأهلي الحقيقة شكرا مرة تانية لكل من ساهم في وصول قناة النادي الأهلي لهذه المنزلة وهذه المكانة الرائعة الحقيقة اللي بالدليل وبالفيوز اللي موجودة على السوشيال ميديا تقدروا تشوفوا قد ايه المجهود اللي كان بيتعمل والغرض واحد فقط حاجة واحدة فقط هي اسعاد جمهور النادي الأهلي حبيت ان انا اقول هذه الكلمات مش هقدر اتكلم في الموضوع اكتر من كده ولكن انا حبيت ان انا اقول هذه الكلمات واشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي مرة تانية على كل هذا الدعم والناس عندها استعداد تقعد للساعة 3 والساعة 4 طلبا لرضا جماهير النادي الأهلي